بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في الخامس من شهر فبراير شباط الجاري حيث تابع الحديث عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان على المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع التي تواجه فيها جيش المسلمين مع العدو عند نخلة في نجد ولم تقع الحرب وخلال هذه الغزوة صلى المسلمون صلاة الخوف للمرة الأولى ولما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمار فقتله وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا فقال عكرمة والله لأن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث عند تجهيز جيش العسرة حث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض رسول الله على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عن المنبر ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه وفي عهد سيدنا أبي بكر قحط المطر فاجتمع الناس إليه وقالوا السماء لم تنطر والأرض لم تنبت والناس في شدة شديدة فقال أبو بكر انصرفوا واصبروا فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله الكريم عنكم قال فما لبثنا أن جاء أجراء عثمان من الشام فجاءته مئة راحلة برا أو طعاما فاجتمع الناس إلى باب عثمان فقرعوا عليه الباب فخرج إليهم في ملأ من الناس فقال ما تشاءون قالوا الزمان قد قحط السماء لا تمتر والأرض لا تنبت والناس في شدة شديدة وقد بلغنا أن عندك طعام فبعنا حتى نوسع على فقراء المسلمين فقال عثمان أدخلوا فاشتروا فدخل التجار فإذا الطعام موضوع في دار عثمان فقال يا معشر التجار كم تربحونني على شراء من الشام قالوا للعشرة إثنى عشر قال عثمان قد زادني قالوا للعشرة خمسة عشر قال عثمان قد زادني قال التجار يا أبا عمر ما بقي بالمدينة تجار غيرنا فمن زادك قال زادني الله تبارك وتعالى بكل درهم عشر أعندكم زيادة قالوا اللهم لا قال فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين قال ابن عباس فرأيت في ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو على برذون أبلق عليه حلة من نور في رجليه نعلان من نور وبيده قصبة من نور وهو مستعجل فقلت يا رسول الله قد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك فإن تبادر قال يا ابن عباس إن عثمان قد تصدق بصدقة وإن الله قد قبلها منه وزوجه عروسا في الجنة وقد دعينا إلى عرسه كان عمر بن الخطاب وهو صحيح يسأل أن يستخلف فيأبى فصعد يوما المنبر وقال إن متوا فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن مالك ألا وإني أوصيكم بتقوى الله في الحكم والعدل في القسم وقال عمر لأصحاب الشورى إن اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا كان أول من بايع لعثمان عبد الرحمن ثم علي بن أبي طالب وفي رواية أن علي بايع عثمان أول الناس ثم تتابع الناس فبايعوا وفي ختام الخطبة طلب أمير المؤمنين نصره الله مواصلة الدعاء للأحمديين في باكستان أن يحميهم الله ويوفقهم للتمسك بأهداب التقوى